أهلا بكم في تغطية خاصة وجديدة من تلفزيون اليوم السابع بارح تكلم الرئيس كلمة هامة في الأمم المتحدة هذه الكلمة وضعت العديد من الأطر لعدد من القضايا الدولية التي تمس مصر والمنطقة في الأول كان طبعا تأكيد الرئيس أنه لم يعد من المقبول أن تضل قرارات مجلس الأمن الملزمة في مجال مكافحة الإرهاب والتي توفر الإطار القانوني اللازم للتصدي لهذا الوباء الفتاك دون تنفيذ فعال وإلزام كامل من جانب بعض الدول التي تظن أنها لن تقع تحت طائلة المحاسبة لأسباب سياسية هذه الكلمة جاءت حاسمة في وقت يتصاعد فيه بالطبع دور الدول الداعمة للإرهاب في العبث بمقدرات المنطقة كلها وطبعا إحنا شايفين ما يحدث في ليبيا من استقدام لميليشيات إرهابية من سوريا للقتال في ليبيا في حدث ربما هو من أكثر الأحداث فجاجة في تاريخ المنطقة الرئيس أيضا أعرب عن أسفه لاستمرار المجتمع الدولي في غض الطرف عن دعم حفنة من الدول للإرهابيين سواء بالمال والسلاح أو بتوفير الملاذ الآمن وأيضا المنابر الإعلامية وأيضا السياسية كمان تناول الرئيس السيسي الوضع في ليبيا وكيف يؤثر على دول المنطقة وأعاد الرئيس أمام العالم كله تحذيره بالخط الأحمر المتمثل في خط سرط الجفرة واللي مصر كانت اعتبرته أمن قومي ليها ولن تقبل بأي تجاوز لي من خلال الأشخاص اللي الرئيس وصفهم بأن عندهم أطماع استعمارية ولا وانتهى عهده في إشارة طبعا من الرئيس إلى الأوهام التركية الحقيقة الرئيس تناول أيضا موضوع سد النهضة بدبلوماسية ماهرة وبحسم كمان وصف أتيوبيا بأنها دولة جارة وصديقة لكنه في الوقت نفسه قال إن نهر النيل مش حكر على أحد وجوده ضرورة لبقاء مصر دون انتقاص من حق أحد وقال إن مفاوضات سد النهضة استمرت لشهور طويلة ومع ذلك موصلتش لأي حاجة لكنه حسم الأمر وقال إن هذه المفاوضات لا يجب أن تمتد إلى ما لا نهاية في محاولة لفرض الأمر الواقع لأن شعوبنا تطوق إلى الاستقرار وكمان التنمية الرئيس أيضا تكلم عن إفريقيا القارة التي يجب أن تمتد إليها يد دول العالم والمؤسسات الدولية لتوفير الدعم لها وتخفيف أعباء الديون المتركمة كمان عليه الرئيس تكلم عن حقوق الإنسان وضرورة أن تتضمن كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقطط المصرية في تقديم الحماية للفئات الفقيرة وتوفير الرعاية الصحية لهم الرئيس كمان تحدث عن الدور المصري الكبير الذي يقوم به لدعم أبناء المنطقة مصر التي تستقبل على أرضها 6 ملايين مهاجر ولاجئ من الفرين من بلدانهم بسبب الحروب والأزمات والظروف الاقتصادية الصعبة الرئيس أكد على أن ما نعرفه جميعا لما قال أن مصر بتعمل دون متجرة أو ابتزاز وإنما كواجب إنساني لدولة كبيرة وقديمة في المنطقة وهي طبعا مصر أخيرا رئيس السيسي قال كلمات رائعة عن الأزمات الحالية قال أن الأمل يولد من الأمل ولعلنا نجد في الأزمة الرهنة ما يدفعنا لبث روح جديدة في منطقة منطقة الأمم المتحدة أو منظمة الأمم المتحدة وأن الأرض تتسع للجميع طالما كان هناك نبذ لإصراعات وصنع وبناء سلام دي كانت أبرز النقاط التي جاءت في خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس أمام الأمم المتحدة واللي هنتناولها بالتأكيد بالتغطية خلال اليوم فكونوا معنا دائما على تلفزيون اليوم السابع أعد لخضراتكم هذه التغطية زميل محمود حسن وقدمتها لكم نسرين فؤاد انتظرونا دائما إلى اللقاء